لابد ان نتعاون في الاسلام الاسلام يحث على الاجتماع للافتراق لابد نجتمع على عبادة الله سبحانه وتعالى في كل يوم خمس مرات عندنا اول صلاة هي صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم المغرب ثم العشاء نتعاون في بناء المسجد نحافظ على الشريع الاسلامية ندعو غيرنا نتعلم اولا ثم نعمل بهذا الذي تعلمنا وندعو إليه أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على ديني نعمل حتى يطلقنا في حالي سبحانه وتعالى لنا وكما يكون سبحانه وتعالى أصحاب سبحانه وتعالى هم نحن ازرة الملونة وعطلنا تصالح القناة في الحالي هنا أوعى حآ